والطهارة نوعان أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث قوله رحمه الله الطهارة نوعان تقسيم للطهارة وهو تقسيم للطهارة باعتبار ما يتطهر به يعني المادة المستعملة في التطهير سواء في تطهير الأحداث أو في تطهير الأخباث يقول رحمه الله في أنواع الطهارة قال أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل هذا هو النوع الأول مما يتطهر به وهو الماء وهي الأصل الذي يطلب أولاً ولا يقوم غيره مقامه إلا لعذر وبدأ به المؤلف رحمه الله لأنه الأصل المأمور به وقوله رحمه الله فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث هذا بيان للماء الطهور الذي يتطهر به من الأحداث بنوعيها هذا بيان للماء لوصف الماء الذي يحصل به التطهير من الأحداث سواء كان الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر الحدث الأصغر كالبول والغائط والنوم والريح وأما الأكبر كالجنابة والحيد وكذلك ما يتطهر به من الأخباث فإن الأخباث طهورها بما يكون من الماء المزيل للقذر الذي طلب الشارع بعدته وقوله رحمه الله فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث هذا بيان مصادر الماء الطهور الماء الطهور له مصدران إما ما نزل من السماء فكل ماء نزل من السماء فهو طهور والمقصود بالماء النازل من السماء المطر الذي ينزله الله تعالى لتطهير الناس قال الله تعالى وَأَنْزَلْنَا مَاًا طَهُورًا أما المصدر الثاني للماء الطهور فهو ما نبع من الأرض أي ما جاء من جهة الأرض وهو كماء الآبار وماء العيون والأنهار والبحار والمياه الجارية وغير ذلك فكل هذه طاهرة مطهرة بالاتفاق